الضروف القاسية التي تعيشها البلاد أدت إلى ضعف الرصانة العلمية أمر دفع وزارة التعليم العالي اتخاذ قرار إلغاء الفرص التعاونية للطلبة كالتحميل والدرجات الإضافية والدور الثالث أمر اعتبره الطلبة مجحفا بحقهم فناشدوا بتظاهرات طلبوا من خلالها بمنحهم فرص مراعاة للظروف التي يعاني منها الطلبة ستناقش كثير من الموضوعات وما نسمعه من الطلبة والمطالبة بإعادة التحميل ومعالجة الحالات الحرجة والأدوار الثالث هذه نسمعها وتطرح على طاولة النقاش ولا يمكن أن تهمل لكن يتخذ بها قرار وتناقش ويعاد بها النظر وإمكانية إيجاد الحلول الممكنة التي تصعف الحالات الإنسانية لدى الطلبة طالبنا سهلة صراحة تتمثل بالتحميل التحميل لمادتين أو مادة واحدة التحميل نظام عالمي معمول بكافة الدول فذلك نطالب بعودة الطلب المرقنين قيودهم قبل أعوام عديدة وإلى يومنا هذا والعراق يعيش حالات استثنائية تعود أسبابها إلى ظروف الحروب والاحتلال والاختلال الأمنية كلها لم يكن للطالب يد بها أو هو المسؤول عن تدني الرصانة العلمية بحسب وصفهم فمن الممكن أن يتطور البلاد علميا عند توفير الأدوات العلمية وتوفير مقاعد دراسية إضافية وتطوير المدارس والكليات واجعلها بمستوى عالمية مدارس من طين توفر الرصانة العلمية أم توفير فرص لطالبي العلم الذين ظلمتهم ظروف البلاد نطالب من كل أهل النخوة من كل النواب التحميل التحميل والله موتونة صوت راح يبس حالي هاي سادس مظاهرين مئة طالب كنا نطب بالمختبر 30 واحد والمختبر هاي الكبرى هاي الكبرى المختبر يعني الشور راح يحوينا هسا والنواب هسا دفعة جديدة راح تجي والرسوب يعني التحميل راح يدمره دمره يدمر الوزارة تكاليف جديدة اذا ما يرجع يطبق التحميل راح تلاس لوصل الوزارة طالب بعودة الطالب المرقنة قيودهم لان دمرتهم راح يتجهون للشوارع كمان طالب بعطاء دورثات لكل الطالب فرصة حتى يعبرون خصوصا المنتهي يريد يتخرج عم يشلبتو بي لغلي يصعد الطالب بعد سنوات من الدراسة والاجتهاد ومحاربة الظروف منذ مراحل الدراسة الاولى وحتى وصولهم للجامعات تنتهي رحلتهم الشاقة بقرار وزاري يحافظ على الرصانة العلمية من تلكؤهم الدراسي الذي كان سببه ظروف البلاد بصورة عامة او قد تكون ظروف شخصية او انسانية من بغداد ضحى عنبر قناة الرشيد الفضائية